بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الصراع التركي الإيراني اللي هو فترة طويلة جدا مستخبي بدأ يطفع على السطح الوقتي يعني في الأتراك فتحوا قضايا قديمة واعتقلوا 11 شخص على أحداث بخطف إيراني من على الأراضي التركية يعني باختصار تركيا بدأت أن هي تفتح لإيران الملفات القديمة بتاعتها وبعدين قبل حوالي أسبوع كده تقريبا في احتفال الانتصار بتاعك رباخ لما أردغان ردد الأبيات الشعرية اللي انتم عارفينها بتاع النهر ومش النهر والكلام دي ترديد أردغان هذا يعني أثار انزعاق كبير جدا في إيران وعادة أردغان من مراقبتي أنا له خلال يعني أنا بدأت راقب تصرفات أردغان من بعد فشل الانقلاب العسكري في 2016 لأن هذا أول انقلاب عسكري يفشل من بعد انهيار الدولة العثمانية ومن ساعة تولية حراسة علينا في صورة دول الغرب يرتكب الجرائم بعيدهم وكده ده أول انقلاب عسكري يفشل في المنطقة وأول مخطط غربي يفشل في المنطقة فأنا بدأت أستشعر أن هذا الرجل ليس بالرجل الهين وأنا أقول لك هذا الرجل فعلا فارس القرن العشرين والواحد وعشرين كمان وهذا الرجل فلتة من فلتات التاريخ فبدأت أن أنا أراقب الشأن التركي وقبلها بيني وبينك يعني كنت محبط جدا من حال العالم الإسلامي وكده لكن استبشرت خيرا بقى إيه بانتصار تركيا فأقول تخلينا نشوف الموضوع الخلاصة الفترة اللي أنا رقبت فيها أردوغان لقيت أن تصرف فترة دقيقة جدا محكومة جدا بيسبقها إرهاصات معينة وبعد ذلك بيضرب الضربة اللي هو عايزها في وقت مناسب يمكن تيجي بعدها بعدة أشهر ومرات أكتر من كده لا شفنا في درع السلام في درع شفنا في درع الربيع فخلاصة المسألة أن أردوغان تصرفاته محسوبة ودقيقة وبمهد لها الفترة طويلة وبناء على هذا الأمر أنا أتوقع أحداث جسيمة جدا بين تركيا وإيران في الفترة القادمة قد يتصرع البعض ويقول أن الأمريكان هيضربوا الأتراك في الإيرانيين زي ما ضربوا العراقيين في الإيرانيين زمان ويبدأوا الأمريكان يستفيدوا من الموضوع أقول لك هذه الحقبة ولت خلاص أن أمريكا تسيطر على العالم وتسلط الناس على بعضيها وتستدعي الناس على بعضيها الموضوع ده وله خلاص أصبح من التاريخ ليه أصبح من التاريخ؟ عدة أسباب السبب الأول أن أمريكا لم تعد هي المسيطر الوحيد على العالم بعدما روسيا وصلت إلى المياه الدافئة في البحر المتوسط أصبح هناك صراع كبير جدا يحتدم كل يوم والروس طبعا ممكن لو الأتراك ادوهم ضوء الأخضر واتفقوا معهم بالفعل ممكن الروس يتلككوا أي تلكيكة ويروحوا يغلقوا خانات السويس ويشتبكوا مع الأسطول السادس الأمريكي في البحر المتوسط ممكن يعملوا حاجات كتير طبعا هتقول لي تيجي إزاي أقولك الزرائع وجر الشكل ده شغل مخابراتي وشغل فيه تلكيك وحاجات زي كده فدي ما تقلقش منها يعني هتشوفوا لا حلول إنما في نهاية المطاف ده حلم الروس إن هم يعملوا كده لأنهم الروس لو أغلقوا خانات السويس ضمنوا عدم وصول أي إمدادات للقوات الأمريكية في الخليج وبالتالي هيبقى قدام حكام الخليج إن هم يمتنعوا بشكل تام عن حرب البترول وحرب الأسعار أو إن هم هيتعرضوا إلى غزو إيراني في ظل عجز أمريكي عن حمايتهم لأن أمريكا مش هتقدر إن هي توصل دعم والقوات اللي هناك مش هتقدر تقاتل بدون دعم مهما كانت كبيرة يعني 160 ألف جندي مش هكفوا رحل معركة شهرين ثلاثة مثلا أو كده ومش هيوصل لهم أي إمدادات بسبب غلقة خانات السويس ومش هيقدروا يلفوا من طريق لأس الرجاء الصالح زي ما بعض الإخوة بيقترحوا لأن المشوار الكتير بيقعد حوالي عشر أسابيع مثلا ومرات أكتر من كده وطبعا القوى العظمى مش هتسكت لهم هتستناهم على الشواطئ الإفريقية هنا وهناك وهتصلت عليهم قراصنة وهتضلب عليهم صواريخ قصيرة المدى يعني هيئرفوهم أخر أرف يعني الإمداد هيكون في منتهى الخطورة خلاصة الموضوع عشان مخرجش عن الموضوع بتاعي أنا بكتير أن الوقت احتمالية أن أمريكا بتصلت الأتراك على الإيرانيين عشان يشتبكوا مع بعض زي ما حصل بين الإيرانيين وبين العراقيين هذا الأمر مستبعت تماما والسبب أن أمريكا تعجز عن هذا الأمر لأن الروس وصلوا إلى المياه الدافئة ويقدروا يقطعوا خطوط الإمداد نخضعوا من أول السطر عشان يجي مع موضوعنا إيه هي القصة يا سيدي؟ القصة أن هناك مشكلة أساسية أن تركيا مفصولة عن العمق التركي بتاعها بأرمينيا وبأراضي تركية أزرباجينية احتلتها إيران من حوالي 120 سنة أو 110 سنين يعني في الحدود دي ممكن أقل شوية يعني مش مشكلة ما تنسوش يا جماعة تعملون ليعجاب بالفيديو والإخوة الجدد يشتركوا في القناة والإخوة جميعا يفعلوا جرس الإشعارات وجزاكم الله الخير الخلاصة اللي هو الشمال الإيراني كله عليه النزاعات يخطن فيه عدد من الإسريين اللي هم الأزرباجانيين يعني البعض قال 10 مليون والبعض يردد 15 مليون واللغالة فيهم قال 20 مليون وسمعت الإصدصة برمشهور بيقول إن هم 40 مليون بس ما ذكرش أي مصدر و40 مليون دي رقم صعب جدا في تركيا يعني ما اعتقدش إنه هذا الرقم وممكن لو قال المصدر بتاعه ممكن يكون عنده حق بس ما فيش إحصائيات رسمية عموما والحاجات دي إيران بتتسطر عليها قدر الإمكان لكن المخابرات التركية هتوصلها بشكل أو بآخر خلاصة الموضوع إنه إيران قد تكون معرضة لأن تمنح دول حكم ذاتي أو إن هي تخش في معركة عسكرية هتكون خاسرة هذا الأمر يعيقه مسألة واحدة إيه هي أن الروس لا أعتقد إنهم هيدحوا بالإيرانيين لأن لو الروس ضحوا بالإيرانيين معناها إنهم سلموا أوراق مهمة جدا للأتراك فهل الروس هيضحوا بالإيرانيين دا موضوع يعني مش عايز إن أنا أتطرق له لأنه عشان هو يضحي بالإيرانيين لازم يأخذ خدمة كبيرة أو لازم يكون عليه ضغط كبير يعني مش هيديك حاجة ببلاش إلا إنك أنت تنتزعها منه أو إنك أنت تديره حاجة كبيرة في هذا المقابل إيه هي التفاهمات بقى في غرف المخابرات المظلمة هذا الأمر سيكون من الصعب التواصل إليه لكن أنا أعتقد إنه ممكن إيران تفكر بحكمة وحنكة وتبدأ تعمل الشمال بتاعها حكم ذاتي للإزريين اللي هم بتقول عزربيجان اللي هم بيسموا أتراك إيران نسبتهم قلت لك مش هيقلوا على عشرة مليون والناس بتقول خمسة عشر والناس بتقول عشرين والقصة الصبر بتقول أربعين فأنا أفترض الحد الأدنى عشرة مليون ده رقم صعب جدا رقم ليس بالهيين يا جماعة رقم صعب جدا رقم ليس بالهيين يا جماعة عشرة مليون في شعب مثلا قوامه تمانين تسعين مليون ولا مئة مليون فهو لا شك أنه هو مؤثر وبعدين حل المشاكل معهم بالقوة والكبت والجبروت مش هينفع لأن لهم حدود هتبدأ المخابرات التركية تسلط المخابرات الإزرية ويدخلوا إمدادات عن طريق أزربيجان الأرض الأساسية أو الأرض الأم وبالتالي إيران تعرف أن هذا الموضوع فيؤدي إلى إنهاكها اقتصاديا وهي مش نقصة من ناحية الاقتصادية لأن عليها مصروف كبير ومن ناحية تانية الأمريكان بيضغطوا عليها يعني هي مش نقصة الحقيقة إيران موقفها ضعيف جدا لأنه عشرة مليون جوى الشعب بتاعها رقم ليس بالهيين لحدود مع أزربيجان الأم هي عندها نقطة وحيدة فقط هي الروس الروس هيبيعوهم ولا مش هيبيعوهم خد بالك إن الروس لهم مصالح كبيرة مع إيران لأن إيران بتحرك الأحزاب بتاعتها لأن إيران بتحرك الجماعات بتاعتها إن كان حزب لبنان اللي بيسموه حزب الله وطبعا هذا كلام لا أتفق عليه بتحرك الحوثيين وبتهدد الشاطئ الخليجي كله من على الخليج العربي يعني روسيا لها مصالح كبيرة جدا مع إيران وإيران لو غيرت ولائها إلى الأمريكان هتبقى يعني شبه مصيبة فوق دماغ الروس وهذا الأمر سيؤدي إلى كوارث فوق دماغ الروس إلا لو تدخلت تركيا وعوضت هذا النقص وهذا العجز إزاي هتعوضوا عن طريق العراق وأنا من زمان قلت لكم العراق قادم يا جماعة وأرجع أقول لكم ده الفيديو الرابع اللي أقول لكم فيه العراق قادم وقادم بقوة العراق كان عايز ترتيب البيت الداخلي كان عايز تطهير العراق من المجوس اللي داخلين بيتحكموا في الحكومة وحطين عراقيين مجرد صور وعرأس كرتون مش أكتر من كده العراق عايز تحرير بمعنى كلمة تحرير وأعتقد أن تركيا تلعب على هذا الوطن عشان تحرر العراق الأم من نحية وتحرر العراق الأم الجزء بتاع كردستان من النحية التانية وبالتالي تقطع الزراع الإيراني من جوة وبالتالي إذا قطع الزراع الإيراني من جوة هيبقى إيران ليس لها أي قيمة عند الروس وممكن تخش فيه صفقات وحاجات زي كده طبعا الروس عاملين حسابهم على حاجات زي كده وعملين حسابهم على شراكة طويلة الأمد مع الأتراك وعارفين أن الأتراك ما يستغنوش عنهم وعارفين أن هم شبه حلف أو حلف مخفي أو حلف مخابراتي اللي هم الأتراك والروس والصينيين ولو ما عملوش هذا الحلف المخابراتي الصهينة الغرب سواء كانوا أوروبا سواء كانوا أمريكا هيبتلعوهم بمعنى الكلمة فتركيا ظاهريا ورسميا وأمام الناس وأمام القانون الدولي هي عضوة في حلف الناتو لكن طبعا لا تنسى أن الناتو حمل تركيا أعباء كثير صح هي استفادت منه كثير كمان عشان نكون منصفين فإلا أنا عايز أوصله لك أن هي في الظاهر مع الناتو وبعدين بتفرض عن الناتو شروطها يعني عايز تاخد حقوقها كاملة كعضو في الناتو مش هتدوني حقوقي الكاملة كعضو في الناتو الموضوع في المنطقة البساطة هيحصل تعاون أكبر وتوسع في التعاون الروسي التركي الصيني يعني تركيا رغم أن هي في الناتو إلا أن التحالف الخفي هي مع روسيا ومع الصين وفي الحقيقة هي بتدور على مصالحها وفي الحقيقة روسيا والصين سيقدمون مصالح كبيرة جدا لتركيا رغم أنفهم انتزاعا الناس ما بيدوكاش حاجة هدية ولا لأنك صاحبهم ولا كذا ما يدوكش حاجة إلا أنك أنت تنتزعها منهم سواء كان لك حق تنتزعه تنتزعه أو لو أنت ظالم نسأل الله السلام لنا ولك لصالح المؤمنين الظالم بينتزع اللي هو عايزه كمان يعني سياسة الجزمة أصدق إنباء من الكتب أو يا سيدي القوة تفرض الواقع وتحميل طبعا تركيا أضيفت لها قوة باكستان وأعتقد فيه تعاون نووي كبير جدا للوقت بل إن التعاون النووي الباكستاني سوف يكون تعاون نووي باكستاني صيني ولكن الإسم إن باكستان هي اللي بتدي للأتراك عشان الصين ما تخشش في مشاكل مع الأمريكان طبعا كمان نقطة مهمة جدا هو التعاون مع إمارة طالبان اللي هيتم الاعتراف بها دوليا عما قريب أعتقد إن شاء الله رب العالمين وإمارة طالبان دي أبو الشباب هي يعني عدوة القوى العظمى وأفغانستان بيسموها مخبرة الغزاه أو مخبرة الدول العظمى سميها زي ما انت عايز فطبعا زي ما قلت لكم كده عن الأفغان إن الإنجليز دخلوا سنة 1800 وشوية قتل الجيش كله عن بكرة أبيه إلا قليل جدا يعني وبعد ذلك جاء راحه السوفيت انهاره وبعدين راحوا الأمريكان وديكم الشافئين حالهم فبالتالي الوقت الصين عرفة إن الناس دي مشافع مع الحل العسكري فيبقى الحل إيه؟ الحل بالتراضي والتفاهم التراضي والتفاهم ده يكون إيه؟ يكون بناء على نصائح الناصح التركي وبناء على شغل المخاولات التركية البكستانية مع طالبان وأوعى تفكر إن طالبان دي حاجة هافأ يعني كده ولا ممكن تتخدع ولا حاجات زي كده ده أمريكا بسبعين ألف رجل من رجال الاستشراق وعلوم إنسانية وعلوم استشراقية وعلوم مش عارف إيه لغة البوشتو والأردو يعني عملو لهم سحر وعملو لهم نطة الأرض وزنئة المش عارف إيه مش عارفين يخدعوا طالبان أبدا وصعب جدا إن هم بل أعتقد إنه مستحيل إن هم ينجحوا في خداع طالبان أضف إلى ذلك أن المخابرات البكستانية الوقت يعني بيحصل فيها عملية تطهير يعني مش هي المخابرات بتاع بلويز مشرف هكذا أنا ما عنديش معلومات لكن طبعا تقرأ الموضوع طالما الدولة بتصلح تعرف كل العناصر الفاسدة مشية على طول كل العناصر المشكوك فيها في التعامل مع الغرب والشرق وخيانة البلد مشية على طول كل الإدارات دي مشية على طول حتى هو عمران خان نفسه يعني هو اللي أعطاله الفرصة إن هو يقف بهذه القوة هو تحرر الاقتصاد بتاعه ولو بشكل خفي يعني ما عادش يضرب بالعصايا لا يقدر يضربوه عسكريا ولا يقدر يضربوه اقتصاديا وبالتالي وقف الوقفة اللي انتوا شايفينها دي لكن أنا أعتقد اللي هيجي بعديه هيكون إنسان محنك أكثر وهيكون إنسان قوة للإسلام والمسلمين أكثر وهو الحقيقة الرجل يعني مش مأثر يعني في الأمور الأساسية على الأقل سيبك بقى من الماضي بتاعه وإنه مش عارف إيه ورشاو الكريكت وكلام ده سيبك من موضوع ده خلينا أرجع للموضوعي موضوعي أن الصراع التركي الإيراني بدأ يقفو على السطح إيران اعترضت وتركيا اعتقلت كمان الشبكة اللي أنا قلت لكم عليها ريات وتركيا الوقت يعني وضعت إيران بين فكي الكماشة يعني الأول كان صعب بس بعد تحرير قرباخ الموضوع بقى سهل جدا بعد تسليح أزربيجان تركيا هطواب بعيدة تقول لهم الله يا ده مليش علاقة بالموضوع دي احنا بندعم دوليا وبنقول الحق في الأمم المتحدة ومناش علاقة بالمشاكل اللي بينك وبين أزربيجان أنت دولة مستقلة في الأمم المتحدة وهم كذلك دولة مستقلة في الأمم المتحدة ده الصورة اللي الأتراك هيبينوها قدام الإيرانيين من ناحة تانية هيسلحوا الجيش الأزربيجاني بقوة وبالتالي هيدوا كذلك فوق كل هذا انزارات شديدة اللاقة لإيران أنك إنت لا تفكري في استعمال العمل العسكري مع أزربيجان هيبقى إيه بقى؟ هيبقى شغل الحرب المجتمعي من الداخل شغل الحرب المجتمعي دي نقطة ضعف كبيرة جدا في حق في جهة إيران لأن فيها 10-12-15 مليون أزربيجاني كل دولة ياسيدي بيطلبوا بأنهم يعودوا إلى أزربيجان الأم ناهيك بقى عن أن أزربيجان الأم الوقت هتدخل في قفزة اقتصادية كبيرة جدا بسبب الداعم التركي بسبب أن تركيا هتنقلها تكنولوجيا على الأقل الزراعية والبلاد وسعة ومفتوحة وهتشتري منها طاقة وهي بلد بترولية على بحر خزوين وهتحرر قرارها من سوء الطاقة العالمي يعني هتبقى عاملة زي قطر كده يعني محدش يقدر يكبرها أن هي تبيع بالسعر الفلاني أو تبيع بالسعر كذا مع مراعاة طبعا طبعا مع مراعاة الروس لأن الروس كذلك مش عايزين نستفزهم لأنهم بينتقوا بترول وهم كذلك هيتضرروا من أي إنتاج جديد للبترول فهذه الأمور كلها أعتقد ستكون على حساب الخليج إزاي هيضغطوا على الخليج بشكل أو بآخر سواء إيران هتصلت عليهم الحسيين أو هتضربهم بشكل مباشر هتعملها إيران مش هتتورع في المواضيع ديت وبالتالي هتضرب المنشآت البترولية فيبقى الخليج عاجز عن أنه يعمل الكميات الجنونية ديت من البترول الخليج يا جماعة بعد ما كانت السعودية بتنتج 4 مليون برميل بقت تنتج الوقت أو وصلت أنها تنتج 13.5 مليون برميل كل يوم وبعدين لما تراجعت تراجعت إلى 11.5 مليون كل يوم يعني شيء جنوني وشيء في غير مصلحة السعودية لأنها لما تقلل هي ممكن تنتج 5 مليون برميل وتبعهم بتمن 11 مليون برميل إذا ما نجحوا في الاتفاق بين جماعة بتوعوبك الإمارات على صغر حجمها عملة مصيبة مشابهة يعني باختصار الأمور دي بتصب في مصالح شركات البترول الأمريكية وفي مصالح العصابات الأمريكية فلما يكون الوقت روسيا وأزربيجان وإيران مصلحتهم وحدة هتيجي تركيا تقف موقف حيادي وهتيجي إيران هتضرب المنشآت البترولية ومن تحت الترابيز هيقول لهم تخفضوا الإنتاج ولا نخفضوا إحنا نخفضوا إحنا زي نقول إحنا هنضرب لكم المنشآت البترولية هينخفضوا الإنتاج فأنت تخفض الإنتاج أحسن ما تضطر أن نحن نكسر لك المنشآت البترولية بتاعتك هل نعود لأصل الموضوع اللي هو الصراع التركي الإيراني الخفي يا جماعة تاريخيا الأتراك يعني دبحين الإيرانيين بس الإيرانيين بيضربوا ضربات خنجر خائنة في الظهر يعني تيجي تشوفوا اللي عمله طايمور لينك وطايمور لينك هذا يا سيدي تسبب في عرقلة فتح القسطنطينية وده يدل لك على إن إيران مخترقة من زمان مش من النهاردة يعني لما المسألة يعني أوشكوا إن هم يفتحوا القسطنطينية والغرب اختنق راح طايمور لينك بدأ الحرب طب بدأت الحرب الوقتي ليه؟ بدأ الحرب خلى جيوش تضطر إن هي ترجع وفلتت القسطنطينية من الفتحة في مرة من المرات بيد طايمور لينك فده يعطي لك مؤشر إن البيانات أو التعليمات أو الأوامر بتجيلوا من الغرب اعمل كذا وما تعملش كذا محمود غزان ما كانش أحسن منه حالا نفس الشيء وإيران أصلا لما تيجي تشوف قصص الملالي الحالية والتأمر على الخليج والتأمر على صدام والتأمر هنا وهناك وتخريب العراق وتخريب سوريا إلاخ 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 يعني هما زي ما قال فيهم ابن تامية رحمة الله عليه مع كل عدو على المسلمين خلاصة اللي أنا عايز أقوله أن تركيا عايزة تصفي واحد من حسابات السنين وإيران مرعوبة من حساب السنين وشايفة أن روسيا ممكن تتخلى عنها لأن تركيا ممكن تقدم لروسيا خدمات أكبر من الإيران بتقدمه كده وعارفين أن هما روسيا ملهمش حبيب ولا صديق وعلى فكرة مش روسيا بس كل القوى العظمة بالشكل ده عشان نكون منصفين يعني فالوقتي الإيرانيين كيف سيفكرون في التحالف مع الصين خاصة أن الصين عمل لهم مشاريع زي ما قلت لكم قبل كده حوالي 400-500 مليار دولار أمريكي الصين هتستثمرهم في إيران على مدار العشر سنين اللي هما أعتقدوا ويبدأوا في الواحد وعشرين أو بدأوا بالفعل في عشرين عشرين فطبعا ده يعني هيخلي الصين كذلك يعني تبقى مصلحتها مع إيران وعايزة تعمل شيء لإيران لكنها تبقى هناك مشكلة إيه هي المشكلة؟ ما يضمنوش توصيل عمليات الإمداد حال نشوب حرب وبالتالي يجي يخش الخليج هيلائي أن الإمارات مسيطرة على اليمن وهيتعذر للصين أنها تخش الخليج إلا بإذن أمريكي فخط الميا مأفول الخط البري أفغانستان وتركومنستان أو أفغانستان وباكستان في الطريق هيتعذر الوصول إلى الصين إلا بإذن باكستاني أفغاني يعني لازم موافقة تركية كمان فأما بقى المجال الجوي فقلت لكم الدعم الجوي ده يا جماعة أولا ما حدش هيخليك تستعمل الأجواء بتاعته هي نفس المسألة محصورة يعني ما حدش هيدخلك الأجواء بتاعته وحتى لو حد دخلك الأجواء بتاعته الدعم الجوي مكلف للغاية وأهداف سهلة للقصف طبعا كمان في حسابات تركية صعبة تركيا أمريكا عايزة ترجع تحتلها وإن كان الأمر ده مستحيل تركيا مش هتأمن للروس مهما كان الحال تركيا صح الوقتي المصالح الصينية التركية قوية جدا جدا لكن إحنا يا جماعة في صراع مع الزمن مش هنفضل طول الوقت إن إحنا يعني مستنين نتحالف مع أحد إحنا مش مملكة زي الممالك وزي الإمبراطوريات العالمية اللي هي بتحصل دي المسلمين لهم وضعهم الخاص المسلمين لو حكمهم رجل صالح النتيجة إنه هم يعني بيغزوا العالم وبالحق واللي بيفتحوه بعد شوية بيتحول معهم لنفس الدين وبعد كده هو نفسه بيبقى فاتح ليه لأنه بيقول لك أنا الوقتي تحت ظلم السيسي مثلا أو تحت ظلم مش عارفين الأسعار غالية والدنيا خربانة وكذا 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 الناس دول من ساعة مجوم وهم جاي معهم الخير وما حدش بيتعرض لي وأنا في أمان أكتر من الأول فبيعرف إن الناس دي أهل حق وبالتالي بيحاول إنه هو يسعيدهم ويدعمهم أو على الأقل يكف شره عنهم إيه لا يحصل في الفترة الجاية الله أعلم أدين بن تابع وأنا بناقش معكم طبعا أهم الأحداث وإن شاء الله غدا نتكلم في موضوع جديد وجزاكم الله خيرا وصل اللهم وبارك على عبدك ورسولك محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته